مرحباً جميعاً، هذا مرحب نادل معكم من نوروغي في المتابعة سياريزة، سوف أعطيكم رسيبات رسيبات مرحباً التي يمكنك استخدامها في حياتك الشفان الكمية اختيارة الفيديو تقريباً 3 دقائق، لكن أعديكم 3 خيارات نضع ماء من الصنبور وننظيف ننقع على مدة 5 دقائق كمية الشفان هي اختيارة هذه الطريقة الثانية، نوضع ملح أيضاً ملح هو اختيارة نوضع البزور هي اختيارة، النوع والكمية نوضع الحبة السوداء، نوضع بزر عباد الشمس والشية وزور الكتان والسمسم من خربطهم جيد الكمية والنوع هو اختيارة، ممكن ننظيفه، ممكن لا نوضع ماء من الصنبور وننظيف نتركه لمدة 5 دقائق هفرجيكم كذا خيار أكثر من خيار بعد 5 دقائق نتخلص من الماء نوضعه بالصنية الشكل هو اختيار يعمل الشكل المناسب للكم تقريباً السمك أقل من 1 سنطي كل مكان سميك كل مكان لي أكثر نعمل الشكل اللي احنا بنحبه مدور مربع حسب رغبتكم نعمل نوضع نتخلص من الماء نوسط تانية اللي فيها بزور نتخلص من الماء بعد 5 دقائق تخلصنا من الماء هذه نفس الشيء ولا شيء بيختلف غير انو احنا ضفنا عليها البزور فقط نعمل الشكل اللي احنا بنحبه بأي شيء متوفر عنا أو ممكن بدون اي شيء نعمل بشكل عشوائي ممكن نخبزه الفرن مثل اي خبز عادي على درجة حرارة تقريباً 200 درجة مئوية بياخد من 10 دقائق إلى 15 دقيقة دقيقة قديش انتو بتكون اياه ناشف اكتر بتخلوه 15 دقيقة بتكون اياه في ليونه بتخلوه 10 دقائق تقريباً حسب الرغبة الوصفة التالتة او الخيار التالت هذا بنعمله هو عبارة عن رقائق الاختلاف في السماكة يكون السمك تبعه رفيع جداً ضعيف جداً يكون السمك تبعه بنحط على درجة حرارة تكون منخفضة تقريباً 150 درجة مئوية بياخد تقريباً ساعة ونص او حتى يتبخر سوائل تماماً يكون هاش هذه الوصفة الاولى هذه مع البزور ونفس الشيء هذه مع البزور وهذه حجم صغير وهذه بدون البزور شفان بدون البزور انتو بتعملوا الاندو مناسب للكم هي البزور هي اختياره هو الوصفة هي عبارة عن شفان فقط الوصفة عبارة عن شفان فقط هذه الرقائق هي كتير روعة وكتير هشة مثل ما انتو شايفين هو كتير روعة وكتير هشة يفرق فقط يكون السماكة تبعتها رفيع جداً وحرارة الفرن تكون منخفضة لتبخر سوائل برحتها ممكن ناكله مع السلمون او اللاكس المدخن او مع الجبن او حسب نظامكم الغذائي او حسب زوجكم في امان الله اتمنى الاشتراك بالقناة شكراً كتير للكم اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك ما السلام